ترقية القيمين والمؤذنين وأساتذة التعليم القرآنيك إدمج القائمين بالإمام والمتعاقدين إلفات لا تزال حبيسة أدراج وزارة شؤون الدينية رغم أن المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظيفي قطاع شؤون الدينية والأوقاف طالب بها لأكثر من مرة بعد جلسات الاستماع التي أجراها مع الوزير كانت هناك مناقشة حول جملة من الملفات الميهنية المعطلة على مستوى وزارة شؤون الدينية والأوقاف منها مشروع مراجعة القانون الأساسي لقطاع شؤون الدينية والأوقاف منها إدماج القائمين بالإمامة والمتعاقدين ومنها ملف المرشدات المتربصات وكذا الأئمة الذين استوفوا شروط الترقية ولم يتتم ترقيتهم لشح المناصب أو لأمور أخرى إذن المجلس المركزي اتفق بإجماع على أنه يعطي الفرصة لوزارة شؤون الدينية والأوقاف إلى آخر شهر فبريم إذا تمت الاستجابة الإيجابية لهذه الملفات كما تم الاتفاق عليها في المحاذة الرسمية مع سيد أمي العام للوزارة والمفتش العام للوزارة فبها ونعمة تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام وقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في حال إخلال الوزارة بوعدها بالانتهاء من إعداد النسخة النهائية للقانون الأساسية بتاريخ 7 مارس 2023 وما دعا إليه المجلس الوطني المستقل للأئمة إذا لم تتم الاستجابة وبقي هذا التعطل فإن المجلس قد قرر بإجماع أنه سوف ينظم وقفة احتجاجية وطنية سلمية على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وذلك يوم الثلاثاء 7 مارس 2023 بحول الله تحركات قد تأتي بالجديد على ملفات كانت ولتزال مطلب أصحاب العمائم البيضاء منذ سنوات